مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بليوم الغد بحول الله انخفاض درجة الحرارة نحو السواحل الشرقية لكن دائما مع نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر تصبح أجواء مغاشرة جزئيا خلال النهار وتكون أجواء رادية تميز يوم الغد بإن الله كل السواحل الوسطى والغربية دائما أمطار رادية تبقى تخص المناطق الداخلية على شكل زخات نحو الهدابة الغربية قد تكون مرفوقة بتساقط لحبة برد نحو الهدابة الوسطى والغربية جنوبا أجواء مش بسبل جنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى مرفوقة بنشاط بعض الزواب عراملية المحلية وتبقى أجواء رادية تخص كل من شمال الصحراء الجنوب الغربي أقصى الجنوب ومرتفاعة الهوغان والتاسيلي الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى تفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية خاصة بغريزان ستقارب سبع وعشرين درجة نفس المقياس سيسجل جنوبا بكل من إليزي إناميناس وبرج بجي مختار 22 إلى 24 درجة بمرتفعة الهوغان والتاسيلي بينما مرتفعة بمنطقة الواحة والصحراء الوسطى تتروح من بين 30 إلى 33 درجة بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد بإنيلات عرفت رجع نحو سواحل الشرقية مع 32 درجة بسكيك دا وعنبا 37 درجة ترتفع هذه المرة بالعاصمة 34 درجة بوهرام نفس المقياس بكل الهضابة العليا 39 درجة بيتيسيوزو في حدود 48 درجة بغليزان نفس المقياس جنوبا ببشار وبسكرا 43 درجة بغردايا 46 درجة ستكون كعلى مقياس بالصحراء الوسطى بينما ستقرب 39 درجة بمرتفعات الهوغان والتاسيلي البحر سيكون جميل يوم الغد على طول الشريط الساحدي ريح ضعيفة على العموم دمنا تيارات شرقية جنوبية شرقية على السواحل التي تقع بشرق العاصمة تدور إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية يوم الجمعة بإذن الله تقص تقيل يبقى يميز كل المناطق الشمالية أجواء مغاشة على العموم مرفوقة دائما بأمطار رادية نحو الهضابة العليا أجواء رادية أيضا بشمال الصحراء والوحاد درجة الحرارة تبقى مستقرة مقارنة بيوم الخميس لكن يوم السبت بإذن الله مصحة الأرصاد الجوية ترتقب ارتفاع من جديد لدرجة الحرارة خاصة نحو سواحل الشرقية تقص تقيل دائما أمطار رادية نحو المناطق الداخلية مرفوقة أيضا بهبوب ريح قوية هذه المرة نحو الهضابة الغربية بالنسبة ليوم الأحد نفس درجة الحرارة مقارنة بيوم السبت لكن مع تحسن تدريجي في حالة سماء نحو سواحل تبقى تنشط أمطار رادية نحو شمال المناطق الداخلية أقول ومنطقة الأوراس مرفوقة أيضا بهبوب لريح قوية نحو الهضابة الغربية وكذلك الشرقية وأجواء مغاشات على العموم من شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب